أربعة أيام هي المتبقية من عمر مؤتمر الحوار الوطني وفرق المؤتمر لا تزال تناقش القضايا المحددة لها في ظل اختلاف كبير بين معظم المكونات المشاركة في المؤتمر فريق بناء الدولة ناقش في جلسته مخرجات اللجان المستقرة حول قانون الانتخابات والدستور والإدارة العامة معلنين رفضهم لما قد يأتي مما أسموها بالغرف المغلقة دون دراستها أو الإقرار النهائي لها من قبل أعضاء الفريق لن نقبل فرض أي أشياء علينا ما لم نناقشها ونقرها هذا هو مبدأنا ومبدأ كل أعضاء الحوار الوطني يجب أن تناقش المواضيع بموجب النظام الداخلي فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أبدى استياءه من أعمال الحكومة التي اعتبرها مخالفة لمتطلبات المرحلة الراهنة وخلق مواطنة متساوية في إشارة منهم إلى القرارات الأخيرة التي لم يمثلوا فيها كل ضحايا الصراع في أزمة العام 2011 هناك مؤشرات مزعجة قد تؤثر على عمل الفريق وتعيق عمل الفريق لأن المطروح من ضمن القضايا المطروحة على الفريق قضية المحددات الخاصة بمشروع عدالة الانتقالية لكن الشيء المؤسف أن الحكومة تقوم بقرارات استباقية تختلف كلية مع المبادع العامة التي أقرر الفريق ومع المحددات التي بدأ الفريق في مراقشتها وستؤدي هذا إلى تطبيق العدالة الانتقالية بشكل انتقائي لا يمثل كل ضحايا الصراعات السياسية داخل البلد فريق التنمية الشاملة تسأل عن الأسباب التي جعلت وزير المالية يرفض صرف ما خصصا لصندوق الإعمار الخاص بمحافظة حضر موت وإعادة إعمار ما خلفت سيول الأمطار في المحافظة عام 2008 اليوم نحن نناقش لأن وزير المالية رفض لا يعطوهم فلوس يبغي يصرفها في مكان ثاني وتعصبوا أصحاب المهرة وحضر موت واليوم نحن نعالد قضيتها وإن شاء الله باتوا حل من وزير المالية مناقشة تقريره النهائي المقرر رفعه إلى لجنة توفيق وعرضه في الجلسة الختامية أبرز ما نقشه فريق استقلال الهيئات فيما كانت بعض القوى علقت جلساتها بشأن المقعد الشاغر في فريق الثمانية زي الثمانية إلا أن الفريق وصل إلى اتفاق بشأن المقعد الشاغر اجتمعنا اليوم كمنظمة مجتمع مدني وتم إجراء انتخابات شفافة وواضحة كان عدد الحضور 21 من 40 شخص وتم انتخاب شخص يمثل منظمات المجتمع المدني إلا أنه المقعد مخصص للمرأة ولمنظمات المجتمع المدني وبالتالي سيتم إجراء كرعة فيما بين المرأة ومثل المرأة ومثل المنظمات المجتمع المدني فريق صعده ناقش أيضا ما خرجت به اللجنة المزقرة بصدد إعداد تقريره النائي فيما شهدت بوابة مقر عقاد مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية لأفراد تابعين للأمن السياسي مطالبين بضمهم في القرارة الأخيرة الخاصة بإعادة العسكريين من أبناء الجنوب إلى وظائفهم وتركيتهم كونهم أبناء وطن واحد نحن موظفين ومن تنسبين دهاز المركزين الأمن السياسي المظلومين نرجو من فخامة الأخر رئيس حفظ الله أن يصدر قرار تزويتا بزمان آنا في المحافظة الجنوبية ونبارك زمان آنا في المحافظة الجنوبية بما صدر لهم من تزويت وضعهم وعودتهم إلى عملهم إلى رئاسة المؤتمر لاستعراضها في الجلسة الختامية المقرر عقدها في الثامن عشر من الشهر الحالي فيما الشارع اليمني ينتظر مخرجات تلبي طموحاتهم في يمن جديد الجميع فيه سواسية يحيل هذه اليمن اليوم صنعها موسيقى